بير غانم في واشنطن جو بايدنس اجتمع اليوم أو هكذا يعني وصل لنا مع مجلس الأمن القومي الأمريكي لبحث تطورات الشرق الأوسط ماذا عن هذا الاتماع يعني متى؟ ما الذي يمكن أن يناقش فيه؟ ما ذلك الجديد الذي يمكن أن يزوده أسلحة أو معدات إلى المنطقة غير اللي أرسلوها يعني؟ البيت الأبيض محمود نشر منذ مساء أمس جدول الرئيس لهذا اليوم وأشار على غير عادة أنه سوف يعقد اجتماعا في غرفة الأوضاع مع مجلس الأمن القومي للنظر في الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط هذا كله يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خطين متوازيين الخط الأول هو الخط الدبلوماسي وكل ساعة تمر هذا يعني أن هناك أخبار أفضل لأن العمل الدبلوماسي ينجح في أقله تأخير إيران من الإقدام على أي رد كانت منفردة أو مع الميليشيات التابعة لها وخصوصا حزب الله الأمريكيون سعوا خلال الأيام القليلة الماضية للتحدث إلى الفرنسيين كما تحدث زميلنا حسين قبل قليل هناك الكثير من الاتصالات مع مجموعة السبع هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الإيرانيين لإيقافهم عن القيام بأي رد في الوقت ذاته وصل الجنرال كوريلا إلى إسرائيل وهو ينسق الدفاعات الإسرائيلية والأمريكية وغيرها في منطقة الشرق الأوسط استعدادا لأي ضربة أهم خبر في هذه اللحظات هو أن المتحدثة باسم البنتاجون قالت قبل قليل أن هجوما داهما ليس أقله الآن هجوما من من يتتحدث عن هجوم إيران إلى إسرائيل؟ صحيح قالت أن الهجوم الداهم ليس الهجوم ليس داهما هذا تعبير أفضل وبالتالي الأمريكيون لا يتوقعون أن يحصل شيء خلال الساعات القليلة المقبلة أو هذا النهار بير هذا كلام مهم مرة أخرى المتحدثة باسم البنتاجون تقول الهجوم ليس آنيا ليس خلال الساعات القليلة القادمة لماذا بير يقول هذا الكلام؟ لأنه كلنا كنا نسمع أخبار مسؤولين أمريكيين أن الهجوم اليوم من الاثنين وبالتالي حينما تتحدث أو تعلن المتحدثة باسم البنتاجون أن الهجوم ليس آنيا ليس حاليا ليس قريبا ليس خلال الساعات إذن اليوم ليس هناك هجوم هذا هو الخبر الأهم الذي تحدث عنه بير الآن وربما يريح الكثيرين بير بدون شك أن ما سمعناه خلال الأيام الماضية كان معلوبات صحفية منقولة عن أطراف مختلفة ولكن الآن لدينا تصريح رسمي يقول أن ليس هناك هجوم داهم وبالتالي نحن لا نعتبر والأمريكيون لا يقولون أنهم رصدوا أي التحركات على الأرض من قبل الإيرانيين بشكل خاص قبل قليل كنت في مبنى البنتاجون وتحدثت إلى مسؤولين آخرين وأكدوا نفس الكلام بشكل مباشر على أن يجب أن ننتظر قليلا ليكون هناك هجوم إيراني القلق موجود ولكن الترتيبات كثيرة والعمل الدبلوماسي يقوم بإعطاء ثمر يجب أن نؤكد على العمل الدبلوماسي هناك الكثير من الإنصالات ونعود ونؤكد على ما ذكره الزميل حسين ترجمة نانسي ق ישبة لاعقق هناك كثير من جميع開نس والامر حسين هناك الكثير من مباشر